إنتاج الوقود النووي المخصف بالنسبة 20% ونحن طبعا دعونا بمثلية الوكالة وكان لهم حضور عندما بدأنا بتخصيب بالنسبة 20% البعض في إيران تحدث بأن التقرير الأخير جاء نتيجة لضغوطات وإملاءات من بعض القوى الكبرى ولو لم تسمى هذه القوى بشكل مباشر لكن يبدو أن هناك ضغط أمريكي ضغط من بعض الدول الغربية هذا واضح للجميع وأيضا في الداخل الإيراني البعض تحدث عن إملاءات وضغوطات ما أريد أن أسألك فيما يتحدث التقرير عن دراسات مزعومة ويبدو أنه يقول بأن هناك كثير من القضايا العالقة يجب على الجانب الإيراني أن يجيب عليها يتحدث عن البروتوكول الإضافي يتحدث عن بعض النوايا بشكل أو بآخر عن صواعق عن رؤوس نووية عن قضايا ويتحدث أيضا يقول بأن جميع المواقع الإيرانية التي لها صلة يجب أن تكون مفتوحة أمام مفتشي الوكادة الدولية للطاقة الدارية هذه الملاحظات التي جاءت في التقرير أزعجت للجانب الإيراني بالطبع وهناك دعوات هنا النقطة الأساسية البعض يقول يجب أن يكون هناك رد إيراني عملي على هذا التقرير والبعض ذهب أبعد من ذلك يفكر بالخروج من الـ MPT أود أن أسمع منك نعم مع الوزير عموما أن أي كاليات المنظمات الدولية عادة تكون متأثرة من قبل بعض القوى ومن قبل بعض الدول التي لها تأثير على تلك المنظمات وهذا شيء متعارف عليه ونعرف ولكنني أردت أن أقول أن تقرير أمانو أو أي تقرير آخر يصدر من قبيل شخص على شكلته وهو قد بدأ مهمتي توا بالتأكيد أن مثل هذه التقاريرات تقلوا من الإشكاليات ولا بد من ساحق الماكنة وتشفيف وحتى ينضج ونلاحظ تقاريره المستقبلية ولكن البروتوكول المتمم هو تطوعي وليس إجزامي أو إجباري واختياري ولكننا وخلال مدة من الزمن ولكي نثبت حسن نوايانا عملنا وتقيدنا بهذا البروتوكول ولكن فيما بعد رأينا ليست هناك حاجة أما فيما يتعلق بالتحقيقات المزعومة أعتقد أن على أمانه أن يدرس أو يقرأ من جديد تلك التقارير وحتى يعرف أن إيران قد ردت على كافة تساؤلات الوكالة ولدينا نص خطي من قبل الوكالة يؤكد أن إيران أجابت على كافة تساؤلات كانت هناك ستة تساؤلات وحصلنا على تعيي كان أن تؤيس المية في البرنامج النووي الإيراني وفي ذلك الوقت جاءوا وطرحوا دعات أخرى في إيران خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكما قال السيد البرادة أنه لم يتسلم أصل تلك الوثائق وأيضا فيما يتعلق ببعض الشخص آخر من خارج الوكالة كان قد دقل حتى ببعض المعلومات حتى عن ما طرحها لم يكن يدخل في صلب مهام الوكالة الدولية ولا بد من مناخشات أكثر والحقيقة أن دفاع الدول ليس موضوعا يتستطيع الوكالة أن تدخل أو تخوض غمار مثل هذه الأمور على حال هناك أطر قانونية تحدد الصلة بيننا وبين الوكالة الدولية ذلك أعتقد أن سيد مانوه إذا ما وصل مهامه وبمرور الزمن سوف يصبح أكثر ناضجا وسوف يدرك حقيقة هذا الملف الملف النوعي الإيراني ولحن نتمنى له بالتوفي إذن معالي وزير رد إيراني على هذا التقرير هل من رد؟ هل من الخطوات عملية؟ البعض في الداخل الإيراني يطالب بأن يكون هناك رد طبعا الأجزاء بعض الأمور التي جاءت في التقرير هل من الممكن للخطوة الإيرانية في مجال تخفيض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للتقداري على سبيل المثال؟ كأحد أساليب الرد نحن سنوصل تعاوننا وتعطينا وتعاملنا مع الوكالة الدولية إذن لا يكون هناك تخفيض بسبب كرة فعل يعني أرجو أن تكون قد وصلت الترجمة لا يكون هناك خطوة إيرانية بتخفيض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية ردا على هذا التقرير الذي يحمل خطياته بعض السلبيات لا أهم كالي هيقانونية نحن سنوصل تعاوننا القانوني مع هذه الوكالة مع الوزير فيما يتعلق هناك تحرك الجميع يعلم أن مجموعة الستخمسة زائد واحد هناك تحرك باتجاه فرض عقوبات جديدة على الجانب الإيراني والبعض يقول بأن هذه العقوبات يجب أن تكون عقوبات رادعة عقوبات قاسية كما الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو بريطانيا والبعض الآخر يقول بأن العقوبات يجب أن تكون أقل شدة بحيث أن لا تشهر إيران كما الموقف الروسي والبعض الآخر ربما موقفه لا يريد أن يفرض عقوبات على إيران ونوعا ما لديه تحفظ كما الموقف الصيني الآن إذا تحدثنا عن آفاق فرض أو إصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي هل هناك إمكانية أن يكون هناك قرار في المستقبل المنظور؟ وما هو الرد الإيراني أيضا؟ نعم علي وزير برأي يجب أن تكون هناك دراسة حقيقية للظروف في المنطقة وأيضا الظروف التي تسود الولايات المتحدة الأمريكية وحقيقة الأمر أن المنطقة ومنذ ثلاث سنوات فصاعدا السياسات الأمريكية أصبحت في حالة فشل وموضوع الأدوان الإسرائيلي الصيوني على لبنان وأساسا أن بعض دول المنطقة قالت إذا سكتوب أنتوب فأن المقاومة سوف تنكسف في خلال ولكننا لاحظنا أن الكيان الصيوني وتبعا لسياسات جورج بوش مونية بفشل ذريع وبعد ذلك جاءت أحداث غزة وقد احتفلنا قبل هدى تأياب بالذكراء الثانية للعدوان الصيوني على غزة وهناك على رغم من الجرحات وعلى رغم من وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحة وأعمال الدمار والتخريب ولكننا في النهاية لمسنا هزيمة أخرى أو أرحقت هزيمة أخرى للكيان الصيوني ما زالت تنمعاتها تلاحق تلابيبه أو تلمس تلابيبه وأيضا تلامس تلابيبه وأيضا هناك إخفاقات أخرى منية بها الكيان الصيوني وعلى حال رصيد هذا الكيان ينحسر وأصبح في حالة انفعالية الولايات المتحدة أيضا في سياسات مخارجية منه بإحفاقات وإحفاقات من فشل الحزب الديمقراطي وأوباما نفسه عندما ذهب لغاية الانتخابية وفي العراق أيضا وخلال الأيام المقبل نحن سنشهد انتخابات في هذا البلد وفي هذه الانتخابات سوف يتم التأكيد من جديد على إرادة الشعب العراقي والأمريكيين سوف يواجهون ظروفا أصعب في العراق بعد هذه الانتخابات أعتقد أن أفضل عمل بإمكان سيد أوباما القيام به بعد الانتخابات العراقية هو العمل بشعاره أي خروج والإسحاب من العراق في أبغانستان أيضا أظروف معقدة للغاية